دايما الناس بتسأل انت ليش خجول في الفيديوهات الحياة احيانا بتكون غير عادلة جي جي هاي ما كازن كانت هون احداث شغب بعد ميلادي هاد هو المكان موسيقى اهلا اميغوز عم بلشو لكم اليوم الفلوغ من بره ساي هاي شوفهمين معي جي بمعي كريمة عشان يصورني دايما الناس بتسأل انت ليش خجول في الفيديوهات سمحهم بليز صوتك لا انا مش خجول والله انا اي حاجة ما فيش حال نراحك فيها فبس سيب هي تحكي بها ورحتها فتقدوا الفيديو كله جماعة الفيديو اليوم رح يكون عن دجري ذاتي لسميسر الجديدة واول اصبوع الي في السميسر الجديدة سيسوي كل اشياء اللي بتخص السوشيال ميديا بما فيهم صورة على الانستجرام عشان شو برتاح اصبوع كامل بركز بسعة الدراسة فحاليا رح اخذ كام صورة على الانستجرام فايجينا لهالمكانهات ضروري انكم تكونوا تتابعيني على الانستجرام عشان اول ما بينزلوا هدول الصور شوفوه برقب انو انا عارفة رح اتعذب كتير لانه للاسف الشديد كريم ما عندوش يا مرحميني مع الصور مش هيك كريم؟ بقولهم بقولهم انت كيف تصوّق شوفوا المكان هو عامل زي باركز غنطوط دينيا كلا ياتها ثلش حاسة حالي انو انا في ديزنيلاند رح حاول اول شي اخذ صورة هون في هالكوخات بعدين رح ناخد منها المكان هداك هكذا بأداء الكتير وال الكتير من التصوير شوفوا 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 شوفو يدي يعزين انت فخد وصورت حميارة وخلاص طول وافي اذا ما dentist check what about instagram ولا تضعوا للاياكات والولد والله شوفوا شوفوا الولد مسكين كمان اعدا وتضعوا للاياكات على صورة تضعوا hanico هيوص SmallCat ended up buying Instagram العرف وبدعلك الو يوم أكيد فيه أرابين بيقول لي روحي في السن ده يا ابنت من عارفة فاهمك انت حقك صورتني صورة هيك أل هيك هاي ميرة قادمة اليكم يا أصدقائي طلع فيني هيك هاي دي مش عينيك هاي دي مش لمساتك يا حبيبي مش سيدك هاي دي مش مدى وهلا بشوفكم في البد كي جامعة هيك سويت دودليس لتبعي تبع الدراسة وأساوي نظرة على اللكتشر تبع الونيفورسيتي تبعنا اللي رح ناخذها الأسبوع الجاي وكمان I highlight the important information وافهم يعني المحاضر ونظمت هالغرفة كلياتها جاهزة شوية شغل على اللابتوب ساويه بعدين أبلش أذاكر ويا جماعة كيف قلبت المكان عندي أنا من فترة بلشت السيام المتقطع فعم باكل وجبة بس في اليوم هون هاد ورق عنب باكل دايما بكميات قليلة يعني باكل الأكلة عادية لكن بكميات قليلة هاد شاي كارك أو الشاي الهندي معها بسكوت بيتي بير بخذ قطعة بس كتير 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 حلوها البسكوت هاد قلبت المكان عندي هون لمطعم عشان أكل وبنفس الوقت أشتغل لأنه ما عندي كتير وقت نازلت لكم فيديو جديد فشايفين الوقت عندي عندي هالساعة 9 بالليل أنا ما متعودة أصار الوقتات أنا أنا من الساعة 8 بس عشان الفيديو هاد وعم بقرأ في تعليقاتكن وأحاول أني أرد على أكتر عدد ممكن منكن وبعدين لحروحنا اليوم كان يوم كتير فعال سويت تيك توك على فكرة صار عندي حساب على التيك توك تابعوني على التيك توك لأنه صار أنزل فيديوهات كتير حلوالي برغم أنه أنا مني تيك توكية أنا يوتيوبر وأنا كتير تعبت لأصور لكم تيك توك فاروحوا هناك تابعوني وحطوا لي اللايكات وتكتبوا لي تعليقات وكل هالأشياء الحلوة هلأ أنا رح روح نام وبشوفكم بقرأ باي شو رأيكم في جمال كيكتي هلأ عندي ساعة 6 الصبح كنت بسوي فيها الكيكة ما حد يسألني على الوصف ما بعطي أنا وصفاتي السحرية لما تسوي أول مرة في حياتك كيكة على فكرة يعني سرقتها من الانترنت يعني ديكت ايزي رح تلقم لينك الفيديو اللي أخذت من الكيك عشان إذا بدكم تسويها لعب يو كود مارمينك على فكرة يا جماعة هاي الكيكة كيكت دايت سويتها بهاي بالكاكوهاد اوه يا جماعة كتير كتير طيبة اعم سوي محا هلا الشاي الهندي وعن جد بونا بيتي ميرا اخر يوم الي عطلة فرح اشوف فيلم اودع به الافلام والمسلسلات لأنه ستبدأ المعاناة اسمه فريدم رايترز وقت عم بيديع هون انه شيل المانيكير حطي المانيكير شيل المانيكير حتأخر عن البث ولسه ما فطلت بسبب هالموضوع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الافلام حمامت بسرعة وصليت وسويت ميكاب وسويت اهوتي وهناك عم عدل في اللابتوب تخيلوا ربع ساعة وأنا عم دورة على اللابتوب تبعي مش لقياه وتأخرت على البث رح اتأخر على البث نص ساعة بسبب هالشي عم سوي بث معكن نساكر سوا لازم اعدل هاي السيطان بسرعة وباجي اقول لكم على الانستجرام على فكرة انه انا كيف بسوي البث لانه كثير عم يسألوني باجي احط على ستوري على الانستجرام تبعي موعد البث امتى رح يكون بس هلأ انا متأخر علي نصي عفا ام سوري في موعد البث بننزل ستوري وبحط لكم على ستوري اللينك تبع البث وبعد عشر دقائق او خمس عشر دقيقة بمحي ستوري اللي فيها اللينك ليش؟ لانه كل مرة يفوت واحد في وقت مختلف وسكر المايك وطفي المايك وسوي هايو وحدا يحكي من هون بيشتت كتير التركيز والبث يكون فاشل فلهيك انا بضطر اني انا اشيله فلهيك تابعوني على الانستجرام اذا بتكون تحضروا هذول البثوف وكونوا على الموعد بقولكم كونوا على الموعد وانا اصلا مش على الموعد المهم خليني اروح ازبط كل شي بشوفكم بعدين باي موسيقى كانت هون احداث شغب عيد ميلادي اصحابي سووا لي سيربرايز بس احلى شي وكيف تعاليه على الطول سويت فيه القهوة السابعي هو هالكاس هاد ايجان هدية شو احلوة انا شو انا كيوت انا وهاي اللي رح فارجيكم احلى هدية ايجتني في عيد ميلادي حرفيا وبكيت كثير انا بحب الدراما فرح فارجيكم شفية منها مشكلة يادها جي جي حاولي انا بحبي حاولي مني أبي مني أمام له موسيقى بموسيقى رح أبكي مرة ثانية شفتو مليون مرة موسيقى مالي أمني يا حبابسي مالي أمني موسيقى تشوفوا الطاقص غرقنا بالثلج مرة تانية بعد ما الثلج كان حيروح و رح بلش اسمع الفيديو بعدين احكي لكم عن هالمرجع هاد الكارثة هاد لازم ابعده عني عشان اقدر اذاكر لي انو عندي عن جد اليوم كثير مزاكرة اول شي نشيلو الواي فاي يلا تيارة جود باي بيبي هون نفتحهاي نرميه باي و هلا عن جد صار الوقت انها نبلش يحكم العنوى وهي صورة هي تنشطها كليا وقعد هناك عمزاكرة وباكتف الناتس وسيكتف الناتس أرغبني لك الثاني الأخير من الطريق الوصول الطريق من الطريق الوصول أعطيتك لذلك نقول سامنوي هل تعلم؟ جيدا جميعا صباح الخير خلصت من شوية محاضرة الروسي حالين عندي محاضرة الانترن الميدسين كلها يعني اونلاين هالأسبوع هاد رح يكون كله المحاضرات تبعي اونلاين الأسبوع الجاي رح نرجع للأوفلاين أحلى شي بحبه انه في الانلاين انه فيك تلبس اي شيء معادي يعني انه ما حد شايف من تحت المفد انك من فوق تكونه مظبط المهم انا هلا لازم ارحق على محاضرتي دقيقتين تقريبا وتبلش مشوفكم بعدين او قاربة او قاربة هااة شايفين الغرابة اهم شي الابداع من تحت يعني قطف بالغسار ممكن تتعملوه هاد من جاريع اللي بصورة المختلطة يوجد تقريبا البشرة الأويلية أريد أن أعطيكم كم مشترية هنا كم مشترية سناك شهر كامل ما شاء الله كلهم من كورني هذا كثير كثير زاكي أنا مشترية كثير أنواع بس هاد أسكى واحد فيهم وكمان هاد زاكي بس هاد واو طبعا هاد سناك هاد غني بالكالسيوم بالبروتينز والفيتامينز سواء كنتم مسوين دايت أو يعني بدون دايت هاد شيء كثير منيح لصحة و أهم شيء أنه ما في قلبه كثير سكر وكالوريس صديقي كورني المساند الرسمي للمذاكرة اللي بيشوفني بيقول أنه أنا عم سوي دعاية بس الله العظيم يعني لدعاية ولأي شيء موسيقى 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 أو troisième بإصداء دقيقة موسيقى ب킨 متباق موسيقى مثلا موسيقى لنها ساوتوا فضي كله للسوشيل ميديا فقط شغل على السوشيل ميديا بقيت الأيام باكون بذاكر فيها و بنفس اليوم اللي باكون بشتغل فيها على السوشيل ميديا بطلع فيه وحيانا تجي هيك ضغوطات تبع دراسة من بقدر انو في ويكاند مثلا اطلع فبصير اشتغل مثلا اسبوعين شغل كتير منيح بعدين اطلع يعني اشتغلتوا لايك او ما سويته اشتغلتوا اشتراك في القناة او ما سويته اتبعتاني على انستغرام أو ما سويته عن شهات اضعب انا بدك فضع دير 3 وان شا الله في الفيديو الجاي راح تشوفوا معي إل الجانب مع santé حمصني باللاليكات على الفيديو والتعليقات تحت حكيت كتير بشوفكم بعدين لحدتك verklarnya من الأسانسار رايحة فين الى السينيما اول مرة على فكرة باروح للسينما لما صرت أدلط رحت لبسه ممكن الطفلة وهلا انا طفلة كبيرة و تافيها يعني برضو بس انو رح لسيمة هاد هو المكان اللي فيه السيني مون this one right اي اوكي هير بوب كوم I am dreaming Oh what a beautiful beautiful paradise Sohalla guys I'm sorry I'm sorry جماعة كلما بطلع مالخيم و افتح الكاميرا اول ما بلشت قتكلم بقول هلا guys Sohalla guys خلصنا الفيلم صراحة كان كتير بجنن حسيت ايك باجواع الفيلم كأنه عم يصير حقيقة قدامي و كتير مبسطة وسط بتاحت بقى غنيسية و كتير بحب المغنيسية بس انجلطت الصراحة أقولوا لي ليش عم يطلع فيه يا جماعة قدتلوا صورني كم صورة جلطني جلطني انا عن جد رح امحي الانستغرام من وراك احمها بدينيهم بالنفس انت خيروا يا جماعة مش عم يصورني انا عم يصور الback ground و انا ما يخذ شوه الله ضعيه عم طور حتشوفه متابعين طباني على الانستغرام عشان نشوفه صور كريم انت اعترفيه دي اسمه اعترفيه انت بتعرفيش حيه عن التصوير لازم اقتطش بتاعي كنت الصور والله عصمني الاستمتاع اللي استمتعته بالفيلم خربته علي جماعة انا لازم اروح للبيت هلا هلو مرحبا مرة ثانية سوء بعثري يا جماعة اذا عم تسمعوا صوت الريح فإذا مسمعتوا اي صوت غريب فهو بسبب صوت الريح سألت組قه على الانستغرام قلته لكم اشخاص الافضلائي وقالت لي انه هو الفيرماكولوجي لازم اتcznie اجل انه احكي فى الموضوع هذاung rendراحه بات кажд pelvis اقول ميرا انا اهلي متشربين معي انا لا اقدر اخرى من ا Need لا اقدر او روح من غريبتي اهلاها asylum csak احساسي من هذا الكلام طبعاً أتمنى أنه ما بفهم غلط ولكن هذا رأيي الشخصي والذي يمثلني أنا حاسة فيكم أنا حاسة بكل بنت بتحب تعيش الحياة بطريقتها الخاصة ولكن هي عايشة في مجتمع كتير مغلق كله أحكام مسبقة بيعلم المرأة كيف لازم تحكي كيف لازم تمشي إذا سوت هيك يعني هي هيك وكل هاي الأشياء اشتغلي اشتغلي بدك الحرية الحرية مقابلها الاستقلالية المادية أحياناً نتحط في ظروف معينة أبسط الحقوق الإنسانية فيها تكون غير متاحة وقتها أنت تسلبي حقك من الحياة إذا أنت ما أخذت حقك وسلبتيه سلب وصرعتي عشانه ما حد رح يعطيه لك على طبق من ورد تفضل يا عزيزتي الحياة أحياناً بتكون غير عادلة لازم نعترف بهالشي هاي هي حقيقة الحياة فلي حبيت قوله باختصار شديد أنه أنا حاسب كل بنت زي هيك أنت منك لحالك You will never walk alone وإحنا كليتنا مرينا في بعض مراحل حياتنا بهيك صعوبات كونها فقط بنات دافع عن حقك في التعليم دافع عن حقك في الشغل وحتى إذا ما كنت منيحة في الدراسة خلي في يدك شيء ثاني وإذا قررت أنك تتزوجي بس عشان فالس الأحلام يحقق لك هذول الطلبات بلك I'm very sorry الواقعة يختلف شوي لا تعتمدي اعتماد كلي على أي شخص الاستقلالية لازمة حتى ولو كان متوفر لإليك كل شيء في الحياة شغلة ثانية ديروا بالكم إنكم تحكوا أحلامكم لحدا أحلموا أحلاما كتير كبيرة ولكن لا تحبوها لحدا وانتبهوا كتير من البنات ليش لإنه غالبا البنات بيغاروا من بعض فلما هي تكون بنت مقموعة وراضية بهالشي وتشوفك أنت بنت مستقلة وعم بتصارعي وقوية بتقول كيف هي وأنا لا فلهيك انتبهوا منهم لإنه الحقد والغيرة أحيانا بتعمل إنسان وممكن يسببوا لكم مشاكل أنتوا في غينان عنها تمك سكري واشتغلي بس على حالك خلي شغلك يحيي عنك بس يا جماعة أنا كفنت هيك حبيت أحكي لكم هذا الشيء وخاصة أنه أنا كتير حاسة فيكم أنا فنت أبدا يا عمر الحلو منكم لحالكم أنا معكم كليتني فيها الكوميونيتي شباب وصبايا بندعم بعض ونحب بعض بس يا جماعة قبل من بنهي الفيديو حبيت أقلكم أنه للأسف رح وقف فيلوجات أسبوعية لمدة أسبوعين بس رح يكون في فيديوز رح نتلق إن شاء الله يوم الأحد ولكن لأنه سميستر هيلح هتكون كتير فيها ضغط وكمان رح تكون أوفلاين فبدي أتعود هذول الأسبوعين إني أنا أيمانج ما بين التصوير اليوتيوب وما بين حياتي وما بين كل شيء فبدي هالأسبوعين أتمرن على هالشيء وبعدين أرجع للفلوجات الأسبوعية وطبعا أنتوا مجنين بعرفكن فوصلتوا الفيديو لعشر تلاف لايك اللي ما بيعرفي روحوا يشوفوا الفيديو يفهم من شو الموضوع إن شاء الله رح صور لكم التحدي اللي أنا وعدتكم فيه بس بعد أسبوعين بإذن الله ليش حكيت لكم بعتقد ورح تفهموني بحبكم بحبكم كتير حضن افتراضي لكم كلياتكن يا عملي الحلو أنا الفئتكم مجنونة ميرا كتير بارك مع حالكم أحلامكم وقلوبكم نلتقي إن شاء الله في الفيديو القادم أرمون يا بيبي سلامتيا ومسليما نتبهوا كتير على حالكم باي شكرا